مسهم حياكم الله مساء السعادة مساء الإيجابية مساء الجمال مساء المعنوية العالية مساء الهمة مساء القمة مساء رؤية عشرين ثلاثين مساء ملكي كقوة حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ويطوله بعمره لقاء جبار لقاء رائع لقاء جميل لقاء فيه الكثير والكثير من الفائدة الكثير من الشرح الكثير من الكلام حول رؤية عشرين ثلاثين وحول كل الأمور بشكل عام أنا عن نفسي فعلا استانست واستمتعت ويعني كنت اقول في خاطري يا رب ما يخلص هذا اللقاء يا رب ما يخلص اللقاء كنت ابايتم اطول فترة ممكنة وفعلا استمتعنا وكانت مشاهدات كثيرة وجبارة من كل العالم لصاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الله يحفظه ويطول بعمرة ونحن هكذا يعني لما نشوف قياداتنا يتكلمون ان كان في المملكة العربية السعودية ولا في دولة الامارات العربية المتحدة ولا في كل دولة صديقة وعزيزة نحب قائدها ونحب شعبها ما في شك انه نبتسم لا اراديا ونقول الله يطول بعمرة والله يوافقه والله يرزقهم يا رب العالمين شيوخنا كلهم البطانة الصالحة وراحة البال امين يا رب العالمين حبيت جدا انا ما بتكلم في هذا في هذه الحلقة عن لقاء الامير محمد بن سلمان الله يحفظه قد اتكلم عنه لاحقا واتكلم عن بعض الامور اللي اتطرق لها اللي اه ابهرتني انا محب انا معجب وانا مبهور كثير باللي قدمة الامير محمد بن سلمان الله يحفظه قد اتكلم عن هذا الموضوع لاحقا. لكن اه اكترين ايضا تكلموا حول اللقاء وقالوا ما قسروا الاخوان واللقاء شفاف وواضح جدا وضوح الشمس اللي لفت انتباهي اه بعد الامير محمد بن سلمان وكلامه والشخصيته والكريزما والبساطة البساطة في الموضوع اللي كنا يكلم الشخص اللي امامه مباشرة نظرات عبدالله لمديفر اثناء اللقاء يا رباه يا عبدالله لمديفر مجملك محلاك ابعيد كل البعد عن التصنع وعن التمثيل في هذه المواقف تحديدا صعب ان الواحد يمثل صعب ان يظهر خلاف ما يبطن وشو ممكن يبطن او شو ممكن يظهر غير المحبة والاحترام اه والاعجاب بشخصية رائعة مثل شخصية الامير محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول بعمره كانت نظرات لمديفر فعلا 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 تعرفون لما الوجه يتكلم من غير كلام تعرفون لما التعابير تنطق من غير ما يتحرك اللسان هذا شفناه في عبدالله لمديفر اعجاب كبير جدا اه محبة ولا مهما اقول انا مقصر طب ابدخل معاكم الان اه لتويتر عشان نشوف شو كاتبين الاخوان في تويتر عن نظرات اه عبدالله لمديفر طبعا اكيد انكم لاحظتم ما شاء الله عليكم ما تفوتون اه لا صغيرة ولا كبيرة هذا تويتر عمامنا وبسم الله طالعة تمساح بعد ليش طالعة تمساح شو السالفر اوكي خلنكتب في السيرتش اباكتب وجه عبدالله لمديفر ونسوي بحث وبحث على تطولين العمر والسلامة عشان نشوف من احدى التعليق الى اخر تعليق وجه الساعة الدرع البلد لا عدمناه الله حاطين صورة الامير محمد اه في الشارع معقولة مباشر في الشارع ولا صورة هي والله هي والله كافو كافو شو هالحلاوة في المملكة العربية السعودية والله يفاجئوني اللقاء مباشر حاطينه في الاعلانات في الشوارع كافو كافو ينطح كافو قسم بالله العظيم شي جميل واكثر من رائع انزين عبدالله لمديفر اه تعابير وجه المذيع السعودي عبدالله لمديفر اثناء لقاء ولي العهد محمد بن سلمان اليوم تمثل مشاعر السعوديين جميعا فخر اعتزاز شموخ محبة احترام امل طمأنينة طموح شغف فرح عز الله انه صادق وشوفو هالصورة محلاها شايفينك حلمنا كل عمرنا شوفوا 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 النظرة ها شوفوا النظرة شوفوا المحبة يا اخي شوفوا الاعجاب بالشخصية الاعجاب بالفكر الاعجاب بالطموح الاعجاب بتحقيق الانجازات والمستحيلات وتحويلها الى واقع يا سلام عليك يا عبدالله ويا سلام على هالنظرة. انزين. اه نشكر عبدالله المديفر على نظراته وتعابير وجهه خلال اللقاء اللي كانت تعبر عن وجه الشعب كامل. اتوقع عبدالله المديفر ما نام للحين. والبتسامة شاقة وجهها. كلام قوي من شخصية قوية لشخص يستاهل نفس عبدالله المديفر. الكلام اللي قاله اه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الله يحفظه يطول بعمرة عن عبدالله المديفر في بداية اللقاء هذا لو انا مكان عبدالله ابروزة واعلقة في البيت وفي المكتب وفي كل مكان في السيارة في كل مكان. شهادة من الوطن لابن الوطن. انه هو واحد من اكفى الاعلاميين في المملكة العربية السعودية. لا وفي الوطن العربي ها? الامير ما قال بس شوفوا بعد نظر الامير الله يحفظه ويطول بعمرة قال من افضل المحاورين والاعلاميين في المملكة العربية السعودية وفي اه الوطن العربي. وطبعا الليوان ما شاء الله برنامج شهير جدا. راكان النعيم. هذا محمد الجر الله قال هالكلام. راكان النعيم خلي دخل على على تغريدته. هذا هو تواضع الملوك. شهادة شخصية بمقام محمد بن سلمان عز الله هنها تتويج عظيم وفعلا يستاهل المبدع عبدالله لم يدفر هالشهادة. تخيل نفسك بمكان لم يدفر هاللحظة. ما اعتقد انك تقدر توصف هالشعور لانه شعور ما يوصف ابدا يا رجال الابتسامة ما فارقتني انا من بدل اللقاء لانها يتقسم بالله العظيم. وتقول لي تخيل نفسك بدال لم يدفر. نتمنى اصلا احنا نشوف نفسنا بالمدفر والله العظيم. نشوف نفسنا فيه وان كان غيره ايضا راح نشوف نفسنا فيهم. الشباب كلهم خير اه وبركة الصراحة. وجه الساعد درع البلد لا عدمناك ابن المليد كله على الشعب غالي. اه عشق الهلال اكثر انسان محسود على وجه الارض اليوم هو عبدالله لمدفر. يا ليتني كنت مكانه ما ابي اسأل بس ابي اتأمل. سبحان منجع الحبه يتوطن لقلوب. الله يحفظه ويطول بعمره. امين يا رب العالمين. عشق الهلال تحياتي للزعيم طبعا. انزين يا طويلين العمر والسلامة. سبحان الله كيف وجه المذيع مليان سعادة وحماس وهدوء وراحة. دليل محبتها الكبيرة لولي العهد. كلنا حاسين بفرح هذا اللقاء وجه ولي العهد وطموحه وحماسه يبشر بالخير. يا رب سدد خطاه للدين والوطن والامة الاسلامية والعالم اجمع. بوح الخواطر يقولون يا حظة والله تطل في وجه ولي العهد والكلام معه وانه يسمع الكلام مباشرة كمية طاقة ايجابية. وانا اسمعها حسيت تحققك. تحققت كل امالي. شلون هو اللي قباله. الله يبوح الخواطر على هالتعبير الاكثر من رائع. تعابير وجه المذيع هذي نفس التغريدة. لا تاخذون تسوون كوبي بيست كوبي بيست كالفو على عماركم شوية. وعبروا. عبروا طلعوا اللي في خواطركم وطلعوا كل اللي في مناسبة مثل هذي. عبدالله المدافر. هذي شو يقولون? ارحب ارحب تراحي بالمطر يا وجه السعد. اليوم كل بيت في المملكة انت ضيفه. خلا شوفوا الفيديو. الله 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 الله. حطين التلفزيون ويصورونه ويايبين الدلة والقهوة ويقهوون طويل العمر لامير محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول بعمر الله على هالمشاعر الرائعة والاكثر من رائعة. آآ خالد يقول ايضا نفس التغريدة تعابير وجه المذيع السعودي. آآ قلب الشعب ونبضه ووجه السعد حنا معه على دربة. وايضا نفس الحكاية. شوفوا المشاعر الصادق والمحبة. حتى من خلف التلفزيونات يصورون تلفزيون وحطون آآ قلب حب ويصبون القهوة ويسوون الامور هذي كلها. آآ تغريدات كثيرة. فرحة الاعلامي عبدالله المدافر سلطان العاصي. سلطان العاصي ولا واحد ثاني? سلطان ما غيره? شعرنا الجميل? حبيبي سلطان العاصي والله صدفة جميلة واكثر من رائعة يا حبيبي. القلوب شواهد على ما قاله ومشتاق لك قد الدنيا وما فيها. وسبحانه اللي خلاني اشوف فكتنا ما انا اتكلم عن ولي العهد وعن عبدالله المدافر. حبي لك وتحياتي لك ولكل الشباب في الرياض. مشتاق لكم والله. الله يسعدكم يا رب العالمين. الشاعر سلطان العاصي شاعر عذب على فكرة. يقول فرحة الاعلامي عبدالله المدافر في لقاء ولي العهد الامير محمد بن سلمان وتعابير وجهه هي فرحة هي فرحة وتعابير في وجه كل الشعب السعودي. طيب يطويلين العمر والسلامة. وجه السعد درع البلد لا عدمناه. تمثلني تعابير وجه عبدالله المدافر. يا بويا تمثلنا كلنا. مو بس تمثلش انت يا جودي الفيصل. وجه السعد اه وجه السعد وهاشتاق عبدالله لمدافر. ايضا تعابير وجه المذيع اغلب هم ماخدين تغريدات. بالنسبة للزميل واخوي المتألق عبدالله المدافر وسؤاله عن البنزين يسرني ابلاكم بانني منوجه هذا السؤال ليطرحه على سمون سيدي. ايه ايه كثر كثر. كثر 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 منها. داخل باسم مستعار وبصورة وهمية وتقول لانك صاحب الفكرة ها? والله لو لو حطيت اسمك وصورة كان يمكن ها مع انه ما رح اصدق اكيد لان عبدالله يتعب في الاعداد وكثيرين اكيد اكيد كثيرين اقترحوا عليه شغلات كثيرة. لكن اولا واخيرا الاعداد من نصيب عبدالله المدافر. الحمد لله على نعمة هذا الرجل العظيم. الله يحفظك ويخليك لنا يا رب نورة الغامدي تقول هذا الكلام. رشيد شو يقول? مبهر في المامه بالتفاصيل الدقيقة في اكثر من قطاع وموضوع. وكأني ارى تجسيدا للقاعدة الاصولية ما لا يدرك كله لا يترك جله. وربما تعابير وجه عبدالله المدافر اثناء اللقاء دليل. الله يرشد عليك والله على كلامك الراقي والاكثر من رائع. تعابير وجه المذيع عبدالله المدافر اثناء اللقاء. تمثل مشاعر السعوديين جميعا. انا معجب بنظراتك والله معجب. اتخيل اني انا معجب باعجابك بالابير محمد بن سلمان. انا مبهور بامبهارك بالامير. محمد بن سلمان. الله يسعدك يا عبدالله يا رب العالمين. ويسعد الجميع. تغريدات كثيرة. تغريدات كثيرة تشوفون تعابير وجه عبدالله المديفر وهو يسمع كلام الامير محمد بن سلمان هذي مشاعر كل سعودي هذا محمد العلياني وجه السعد ووجه القمر الله الله يحفظ يا رب العالمين الله يشوفه الله يحفظ هذا ويطول بعمرة والله يحفظ هذا ويطول بعمرة ويديمهم تاج على راسنا يا رب العالمين وربي وجه عبدالله المديفر نفس هذا الفيس وحاطين فيس معبر عن المحبة طيب يطولين العمر عبدالله المديفر اثبت قدراته الاعلامية كمحاور قوي واسع الثقافة ما شاء الله يقوم بعدات قوية عن الضيف ويقدم مادة اعلامية راقية تحمل فكر وثقافة عالية وتكشف جوانب متعددة في الضيف بمهنية متميزة يستحق عبدالله كل التقدير والتميز وقد اصبح وجه مشرق للإعلام السعودي المتمكن. هذه من يومين معناته قبل اللقاء. معناته خلاص يزين الصورة. يزين الصورة. الله يحفظه ويطول بامره. هذا كله قبل اللقاء وحماس الناس للقاء. الله يسعدكم دنيا واخرة. اللقاء. اريد اقول مرة ثانية. كان مبهر. كان جميل. كان رائع. كان راقي. كان فيه محتوى. كان فيه قيمة. كان فيه نظرة اه كبيرة للمستقبل. للحاضر. كان فيه طموح. كان فيه شغلات كثيرة. الكل كان محتاج انه يسمعها والاجمل والاحلى والاروع من هذا كله. البساطة اللامتناهية من ولي العهد. الله يحفظه ويطول بعمره. وكأنه يخاطب الشخص اللي امامه. لكم الحب والتقدير والاحترام. اباكم تكتبون لي في التعليقات في اسفل الفيديو. امتوا رايكم بنظرة عبدالله المدافر. الله يسعدكم كلكم اشتقت لكم وحشتوني. بحاول على قد ما اقدر اني اكون معاكم اول باول مواضيع مختلفة ان شاء الله تعالى. لكم الحب والتقدير والاحترام. ونشوفكم على خير.